اشتركوا في القناة لا تعتبر اي رد امريكي على الطائرات الايرانية بدون طيار عملا عدائيا وتحتفظ بالحق في الرد هذه التصريحات هي جاءت مباشرة بعد اعلان سنت كوم القيادة المركزية الامريكية بهذا الشكل بانها اسقطت طائرة مسيرة ايرانية وهذه الطائرة هي من نوع مهاجر ستة وطبعا تحدثت القيادة المركزية الامريكية بان هذه الطائرة كانت متوجهة الى اربيل وكانوا يعتقدون ووجدوا بانها تشكل خطرا على التواجد ومستشارية تحالف الدولي هناك وبالتالي وعلى هذا الاساس اسقطوا هذه الطائرة كذلك التصريحات الايرانية هي تأتي ايضا وبشكل غير مباشر وواضح تماما ان المسألة مرتبطة بهذا المواطن الامريكي او هو المواطن الايراني الذي هو طبعا من القومية الكردية ويحمل الجنسية الامريكية هو عمر محمود زادة والذي اعترفت الخارجية الامريكية بان هذا الرجل قد قتل بسبب الضربات والعملية العسكرية الايرانية التي تقودها في اقليم كردستان هذا الرجل ظهرت له صورة اخرى بهذا الشكل لطبيعة طبعا هذا الرجل وهناك قلق كبير مما ممكن ان يكون قادما وتحديدا من الاوساط الامريكية من الفانانشل تايمز وجدت بان الامور ممكن ان تزداد توترا وان تتصاعد بين الولايات المتحدة الامريكية وايران بعد هذا الحادث او الاستهداف ان صحت تعبير وقالت الفانانشل تايمز يوم امس قد يؤدي مقتل مواطن الامريكي في العراق الى اثارة التوترات مع واشنطن في وقت تعثرت فيه المحادثات بشأن احياء الاتفاق النووي مع ايران ما الذي يجب ان نتوقعه اذا هذه طبعا تفتح ساحة كبيرة جدا لما ممكن ان يكون قادما من ايران ان اتخذت الولايات المتحدة الامريكية قرارا في عملية استهداف مباشر او ردة فعل على ما جرى لهذا المواطن الامريكي في اقليم كردستان وبالتالي ان ما فعلت شيئا الولايات المتحدة الامريكية فان ايران واضح جدا في ظل العملية العسكرية التي تقودها ضد الاطراف المعارضة الموجودة في اقليم كردستان من الممكن لقاعدة الحرير من الممكن لتواجد مستشارية التحالف الدولي في اربيل ان يكونوا هدفا مباشرا وهم اساسا فعلوا هذا الامر سابقا مع قاعدة عين الاسد ولديهم الامكانية لفعل هذا الامر مرة اخرى ايضا كانت هناك تحركات تحدث عنها المرصد السوري لحقوق الانسان في الاربعة وعشرين ساعة الماضية للفصائل المسلحة المقربة من ايران في داخل سوريا تحدثت ببساطة بان هناك تحركات من مئة وعشرين عنصرا من هذه الفصائل المسلحة من الجنسيات السورية وغير السورية توجهوا مباشرة من حمص الى مطار التي فور وكذلك توجهوا ايضا الى تدمر وتحديدا الى جنوب تدمر على مسافة ثلاثين كيلو مترا الى منطقة العباسية بحسب ما اكد المرصد السوري الحقوق الانسان ويجب ان ننتبه ان النقاط التي تتجمع فيها الفصائل المسلحة التي نتحدث عنها هي تأتي باتجاه قاعدة التنف التي تأتي على المثلث الحدودي بين العراق وبين الاردن وسوريا والسابقة ان كانت هناك تقارير تحدثت بان طائرات مسيرة ايرانية او تابعة للفصائل المسلحة المقربة من ايران كانت قد انطلقت من مطار تيفور تحديدا وهجمت على قاعدة التنف كذلك يجب ان لا ننسى بان هناك خيارا اخر للفصائل على مستوى قاعدة حقل العمر النفطي او حتى قاعدة كونيكو التي يتواجد فيها ويتواجد فيها التحالف الدولي وايضا مع خيار الفصائل المسلحة الموجودة في العراق وامكانية التصعيد على ثلاثة مستويات كما تلاحظون القواعدة التي تأتي الى شرق نهر الفرات ضد مستشارية التحالف الدولي وكذلك في قاعدة التنف ايضا في نفس الوقت وبالتالي الخيارات كثيرة جدا التي تمتركها ايران هنا في هذه المسألة تبقى مسألة الاتفاقية النووية والمفاوضات النووية قد تلعب ادوارا في مسألة التهديئة لا نعلم ولكن التوترات هي حاضرة في الاوساط الامريكية والقلق مما ممكن ان يكون قادما من الولايات المتحدة الامريكية جراء ما جراء لهذا المواطن الامريكي الاهم بان ايران مستمرة في عمليتها العسكرية على العناصر المعارضة لها الموجودة طبعا في اقليم كردستان واذا ما جئنا الى الميدل ايست اي يوم امس وثقت هذه الضربات القادمة من ايران بل ان اليوم ايضا تفاصيلا لان هذه العملية العسكرية مستمرة من دون اي ردة فعل من دون اي قلق من قبل ايران مما يجري ومما يأتي من تنديد ومن مطالبات من العراق لايران بايقاف اطلاق النار الضربات متركزة بشكل كبير في الثمانية واربعين ساعة الماضية في ناحية سيدكان لنقترب من هذه المنطقة لنعرف التفاصيل التي جاءت من المسؤولين المحليين جاءت من حزب كوملة المعارض الذي يتعرضه واحدى الاحزاب التي تتعرض طبعا الى الضربات بشكل مكثف الضربات طبعا المكثفة كانت قادمة يوم امس واليوم وكل يوم منذ بدء هذه العملية العسكرية منذ السبت الماضي ونتحدث عن السبت الماضي اي من الاسبوع الماضي تحديدا الضربات المدفعية مستمرة على ناحية سيدكان من دون اي مشاكل كذلك يوم امس كان هناك هجوما على جبل يأتي تقريبا بهذه المنطقة وهو جبل هالكورد بثلاثة طائرات مسيرة ايرانية هي التي هاجمت هذا الجبل كانت هناك مقرات لكوملة تحديدا تحدثوا كوملة عن هذه المسألة قالوا بان مقراتهم دمرت تماما في عدد من المقرات دمرت ولكنهم لم يقتل احد ولم يجرح احد جراء هذه الضربات التي نتحدث عنها الان ولكن في نفس الوقت اليوم التفاصيل حاضرة بطائرات مسيرة ليست قاصفة بل طائرات مسيرة مفخخة هاجمت قضاء شومان هنا بهجمات عنيفة للغاية من المسيرات الايرانية وبالتالي لاحظ كل النقاط هي تضرب بعنف وكذلك بان التفاصيل الخطيرة التي تأتي على العراق هي تتحدث بان هناك بسبب هذه العمليات العسكرية نزوحا من عشرة قرى من هذه المناطق التي تجري فيها العمليات اخليت تماما من السكان نتحدث عن اكثر من اربعين الف ساكن في هذه المناطق قد خرجوا من هذه القرى وبالتالي اصبحت هي مناطق خالية بالنسبة لهذه القرى وطبعا هذه الضربات لكي نفهم لماذا المواطنين ولماذا السكان ولماذا المعارضين كلهم خرجوا من هذه القرى وتوجهوا تحديدا بحسب المعلومات التي نشرت الى ناحية سيدة كان هو يأتي لاسباب مهمة لان الضربات الايرانية فيها مشكلة فيها عدم دقة ممكن بسهولة ان يسقطوا مدنيين بسرعة كلنا شاهدنا ما الذي جرى في احدى المدارس والطلاب والطالبات كيف انهم خرجوا مرعوبين من هذه الضربات اذا ما لاحظنا هذا المقطع من الاربعاء الماضي الذي صورته ايران من الضربات التي جاءت سنلاحظ بان هذا الهدف على سبيل المثال هناك اخفاقا في الاصابة رغم ان من المفترض العديد من الصواريخ تسقط على هذا الهدف هنا الهدف الاول والضرب الاولى ولكن الضربة الثانية والضربة الثالثة والضربة الرابعة وبعد ذلك تأتي الضربة الخامسة تلاحظ بان خارج الهدف تماما هي لا تصيب الهدف ابدا وتأتي الضربة الاخيرة دقيقة بهذا الاتجاه عشوائية كبيرة جدا ايضا اذا ما توقفنا هنا في هذه المنطقة لنرى الضربات مثلا القادمة من الاربعاء الماضي كانت ضربات عنيفة للغاية واخذنا عددا من العلامات فقط لنوضح اين هذه المنطقة وكيف تأتي هذه الضربات هنا طريق طبعا ممتد بهذا الشكل وهنا مبنى مميز بهذه الطريقة هنا طريق يمتد من هذه المنطقة المنطقة واضح جدا تعرضت الى ضربة بهذا الاتجاه واضح باننا امام مرتفعات بهذا الشكل لنلاحظ بان المنطقة مكتظة بالبيوت هي قرى طبعا اي ضربة يمينا او شمالا او خطأ على متر او مترين او ثلاثة ممكن ان تؤثر كثيرا طبعا على المواطنين الموجودين او المعارضين او الاطفال او النساء او حتى من الكرد العراقين الموجودين في هذه القرى ايضا هذه لقطة اخرى على سبيل المثال عندما نأخذ علاماتها تأتي بهذا الشكل المميز هناك فراغا في هذه المنطقة الوسطية كما تلاحظون ايضا هنا مبنى مميز وبارز وكذلك ان هذه المنطقة تأتي بهذا الشكل تقريبا واضح بانها مميزة مع هذا الجبل الواضح بان هناك لون يأتي باللون الاسود مرتفعات كما نتحدث الان واضحة جدا المنطقة لنلاحظ اذا هذه الضربات كما تلاحظون ضربات كثيفة جدا عندما تأتي الضربة تأخذ اربعة خمسة مقرات متتالية مع العشوائية مع غيرها تفسر تماما لماذا تأتي هذه المسألة الخطيرة وهي عملية النزوح التي بدأ الحديث عنها الآن لنتوجه الى القمر الصناعي لكي نعرف هذه المناطق ونلاحظ كيف هي مكتبة لنتجه الى شمال العراق الآن بالتوجه الى شمال العراق وبالذهاب مباشرة الى مدينة السليمانية المهمة للغاية طبعا والتي تعرضت الى الكثير هذه السليمانية هذه هي بان الايرانية هذه هي الحدود اذا ما توجهنا الى السليمانية وركزنا عليها الى جنوبها على مسافة خمسة عشر كيلو مترا كان هناك انباء من زر كويز احدى المناطق التي ضربت باخذ لقطة الى اليمين قليلا من هذه القرى وبالاقتراب من هذه المنطقة سنلاحظ باننا امام نقطة متطابقة تماما للنقطة التي اشرنا عليها والتي استهدفتها ايران بهذا الشكل العنيف هنا كما تلاحظون كل شيء متطابق من هذه المنطقة التي نتحدث عنها وبالتالي لاحظ كيف هي مكتظة من الممكن ان تضرب موقع موقعين ثلاثة اربعة خمسة ان كان هناك مقرا واحدا للمعارضة فمن الممكن للبقية ان يكونوا مدنيين ايضا اذا متجهنا قليلا الى الشمال ان المقطع الاخر الذي رأيناه لم يكن بعيدا ابدا بل هو قريب جدا كما تلاحظون هذه هي المنطقة الثانية التي تحدثنا عنها واشرنا الى تفاصيلها بالكامل كما تلاحظون هذه المنطقة الخالية التي تحدثنا وسط هذه القرية الضربات كانت حاضرة هنا هذا هو المبنى المميز والشكل واضح جدا لهذه المنطقة ليس هناك شيئا غريبا وهذه النقطة التي اشرناها من الجبل والمرتفعات طبعا واضحة بالتالي لاحظ الانتشار الكبير لهذه القرى عندما تضرب بهذا الشكل العنيف مع حقيقة ان هناك قرى ما بين هذه القرى التي تضرب اي بين قرية وقرية قرية مناطق صغيرة بسيطة وبالتالي الضربات التي تأتي الى جنوب السليمانية التي نتحدث عنها والضربات التي تأتي على الحدود هذه اللقطات القادمة من ايران هي تفسر تماما لماذا هناك نزوح واضح جدا من هذه المناطق للعديد من الاسباط طبعا النزوح الذي نتحدث عنه الآن من عشرة قرى وهو مستمر هذا الامر بالتصعيد هو امر يزيد من العباء ليس فقط على حكومة اقليم كردستان وعلى ناحية سيدكان ومن الممكن للنواحي الاخرى ان يزداد الضغط عليها بسبب هذا النزوح القسري بسبب هذه العملية العسكرية التي تقودها ايران في اقليم كردستان ولكنه يزيد العبء على الحكومة الاتحادية اين انت يا حكومة بغداد في مواجهة هذه المسألة تحديدا المشكلة بالنسبة لهذا الملف والمواجهة التهديدات الايرانية تجاه الولايات المتحدة الامريكية السقوط مواطن امريكي ترقب لما ممكن ان تكون ردة الفعلة الامريكية على ايران يبدو بان هذا الملف لا يأخذ الاولوية على الاقل بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية ولأوروبا باكملها بسبب ان الملف الروسي اخذ الاولوية القصوى بعد اعلان القيصر الروسي فلاديمير بوتين بهذا الشكل بانه اعلن طبعا انضمام اربعة مناطق في اوكرانيا الى روسيا واصبحت من الاراضي الروسية هنا نتحدث طبعا عن خيرسون عن زاباروجيا وكذلك اقليم دونباس بلوكانسك ودانياتسك رغم ان روسيا لا تسيطر على اغلب المناطق نصف المناطق في دانياتسك لا تسيطر عليها زاباروجيا لا زال الكثير من هذه المناطق لا تسيطر عليها وكذلك خيرسون لا زال القتال مستمرا في هذه المناطق التي نتحدث عنها حتى باتجاه لوكانسك هناك خطرا من القوات الاوكرانية ولكن بالنسبة للرئيس الروسي حسب بانه تحدي وانه حقق نجاحا في عملية الاستفتاء التي دامت الى ما يقارب الستة ايام حتى الثلاثاء الماضي انتهى الاستفتاء واعلن هذا الاعلان المشكلة بهذا الامر لماذا هذا الملف يأخذ اولوية بالنسبة للغرب لان جايك سولوفر مستشار الامن القومي توعد ان اعلن بوتين كما اعلن الان مسألة انضمام هذه المناطق فهذا سيعني عقوبات مشددة على روسيا سيعني مزيدا ومضاعفة للسلاح والاموال الى الجيش الاوكراني من اجل تحرير المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية خلال هذه العملية العسكرية التي بدأت هذا العام بالاضافة الى ذلك لان اوكرانيا قامت بالمطالبة بشكل واضح الى الانضمام الى حلف الناتو مع هذا الاعلان هذا يعتبر تصعيد كبير جدا بالنسبة لروسيا خاصة وان روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه مشكلة في التعبئة الجزئية التي اعلن عنها نتحدث عن 300 واكثر من 300 الف مقاتل من المفترض ان يأتوا الى هذه التعبئة الجزئية هي تعاني كثيرا ليس هناك دعما في الداخل الروسي لهذه التعبئة جزئية بحسب الكثير من المعلومات التي نشرت من الغرب وكذلك مما ظهر من الذين يهربون من الحدود لا يريدون الدخول في هذه التعبئة الجزئية وعلى هذا الاساس ايضا يجب ان ننتبه ايضا ان الجيش الاوكراني مع هذه الظروف هو تقدم ومع الاعلان الروسي تقدم في دانياتك وسيطرة على منطقة ليمن الاستراتيجية وهذه المنطقة والسيطرة عليها توضح ان القوات الاوكرانية ستستمر في عملية الضغط ومحاولة السيطرة ويفتح الباب الى الامر الاخطر على الاطلاق الا وهو استخدام روسيا للسلاح النووي وجدوا طبعا رئيس هيئة الاركان الامريكية السابق مايك مولر على سبيل المثال وكذلك السنتر الامريكي السابق سام نان وجدوا بان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع اي تقدم قادم بعد ليمن قد تكون ليمن كافية او اي تقدمات سريعة من القوات الاوكرانية على الروس في الاراضي الاوكرانية هذا سيعني ببساطة بان بوتين سيذهب الى استخدام السلاح النووي وهم محقين على ما يبدو بعد تصريحات كانت قادمة من رمضان قادروف الرئيس الشيشاني الذي طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما ان بوتين قد هدد باستخدام السلاح النووي طالب باستخدام نووي محدود القوة او نووي محدود ليس بنوع القنبلة النووية الكبيرة والهائلة ولابد من استخدام الاسلحة النووية بعد سيطرة الجيش الاوكراني على ليمن لماذا يجب ان ننتبه الى هذه المسائل لاننا يجب ان نعلم بان الساحة العراقية تبدو ثانوية وقد لا تأتي على الاولويات بالنسبة الولايات المتحدة الامريكية مع اقترابنا من سيناريوهات نووية خطيرة قد تكون حاضرة في اوكرانيا وروسيا اشتركوا في القناة